فضلت الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أعلن ترحيبه بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا واللي صدر من الجانبين في بيانين من مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق في ترابلوس وقال شيخ الأزهر من خلال تدونته انتشرت على فيسبوك وتويتر أن وقف إطلاق النار في ليبيا بداية مبشرة لاستقرار الأوضاع وخطوة مهمة على طريق السلام في البلد الشقيق اللي عانى لوقت طويل من أثار الفرقة والانقسام والتدخلات أكد فضلت الإمام الأكبر على كامل دعمه لاتفاق اللي بيستهدفه أعلاء مصلحة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية